اشتركوا في القناة متعملش مش عارف ايش في الحلقة وخليك في صلب الموضوع رح تظل حلقة الابراج هي حلقة الابراج في حلقة ثانية نزلت على القناة رح نسميها هي دردشة نحكي فيها مواضيع منجاوب عن اسئلة يعني زمان كنا نعمل سؤال وجواب من ضمن الحلقات الان هاي الحلقة بده تصير حلقة منفصلة تنزل لحالها فيها سؤال وجواب وفيها دردشة فيها مواضيع معينة بتسألوا عنها بتحبوا نحكي عنها شيء معين حابين تستفسروا عنه فبنا نعملوا بحلقات منفصلة اول حلقة نزلت اليوم هي صوت ولكن ان شاء الله بالايام القادمة يعني بده حاول اني ارتب الامور انه بل كي عملناها فيديو يعني اصير اسجل الحلقة هاي فيديو عن طريق التليفون ومنبثها كحلقة دردشة لحالها يعني كحوار عادي بالامكانيات المتوفرة ان شاء الله تعالى خلينا نروح على توقعات اليوم توقعاتنا طبعا ليوم الثلاثاء 11 تشرين الاول احنا الان في فترة بداية خلو المسار يعني مع بث الحلقة بدأ خلو المسار وخلو المسار هذا رح يستمر لغاية الساعة التسعة وثلاث دقائق من مساء الليلة اللي هي الاثنين لا يستقر القمر بعدها في برج الثور يعني القمر لحد الان موجود في برج الحمل هو الان موجود في منزلة الثورية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار اي شيء مناسبة للسر والكتمان واخفاء الامور رح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 10 و45 دقيقة من ظهر اليوم الثلاثاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح الا للعداء والمشاكل ومن الافضل عدم البدء بأي شيء جديد فيها وخصوصا انه القمر اليوم يعتبر قمر محترق لانه اغلب الوقت في ساعة النهار ما بشكل اي زوايا فعشان هيك بدخل في فترة النحوسة وبكون سلبيا انه نبدأ بأي شيء جديد زي ما حكينا احنا في فترة خلو مسار بدأ خلو المسار القمر الان موجود في برج الحمل خلو المسار رح يستمر من الان اللي هو موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الاثنين او عصر يوم الاثنين بتوقيت جرينيتش احنا منبثها في ساعة ثنتين بتوقيت جرينيتش عصرا فهو ثنتين ودقيقة بيبدأ خلو المسار بيستمر لغاية الساعة التسعة وثلاث دقائق من مساء برضو اليوم الاثنين لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج الثور يعني بمعنى اخر بتوقيت الاردن منتصف الليل منتصف ليل الاثنين على الثلاثة بعدها بنتقل القمر لبرج الثور هذا بيعني ان الفترة المذكورة اللي من الان لغاية منتصف الليل لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا القمر بعد منتصف الليل بيكون نتقل لبرج الثور وشكل اول زوايا بنشعر بالحذر اكثر من ميل المحافظة على ممتلكاتنا وقل لما نبحث عن شيء جديد يجب ان نعتمد على انفسنا ماديا وان لا نفكر في اقتراض المال من مصرف او من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكننا شراء عقار ماء او الاهتمام بمسائل بتتعلق بالعقارات زي بيع شراء استئجار صيانة ترتيب ديكور او حفلة منزلية او قضاء وقت ممتع في البيت بمشاهدة التلفاز مثلا او مجالسة العائلة بالنسبة للزوايا البطيئة عندنا زاوية تقابل ايجابية بين عطارد وبين المشتري وهي طبعا زي ما حكينا انها هي مستمرة لغاية يوم 13 عشرة عند حدوث هذا الاتصال منتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري كما انه هذا الاتصال بزيد من احتمالية السفر والاتصالات لدى البعض اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ايجابية بين الشمس وبين الزهرة وهي تأثيراتها لغاية يوم 5-11 يوجد نظرة ايجابية لدى الجميع وتفاؤل للحياة بصورة عامة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين الشمس وبين زحل وتأثيراتها طبعا هي مستمرة لغاية يوم 16-10 بتتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسئولية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين نبتون وبلشت اثارها تظهر على الساحة الان الان اشرح لكم شو اللي بصير عشان نتقارنوا بين الامور طبعا هاي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 22-10 بينتبنا شعور بالتشتت وعدم التركيز وبتزداد حالة التسمم الغدائي ممكن نتعامل مع بعض الاشخاص ونكتشف لاحقا انهم بيكذبوا علينا بدهم يحذروا الاشخاص اللي بيتناولوا الادوية لانهم ممكن يتناولوا ادوية بطريق الخطأ بدل على اضطرابات سياسية في بلد ما بسبب ازدياد نفوذ الجيش او ازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية او المتطرفة وهاي الفترة بتشهد فترة بتقلبات او حوادث طبيعية كالفيضانات او غرق بعض السفن او الناقلات البترول او الامور اللي الها علاقة بالنفط والامور السائلة مشاكل بتصير فيها وهذا الشيء اللي بصير حاليا انه بلشت تظهر مشاكل اللي الها علاقة بالنفط وارتفاع اسعار النفط وقرارات الها علاقة بالنفط والصراع السياسي على هاي المسائل بلشت تظهر طبعا من تأثيرات هاي الزاوية وبرضو بالدل على حرائق واضرابات في قطاع الصناعة والصحة اما بالنسبة للزاوية الاخيرة وهي زاوية منفصلة ما بين زحل وبين اورانوس وهاي طبعا تأثيراتها لغاية يوم 16-11 نصبح من دفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات بالدل على تغييرات او ازمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث الها علاقة بسك الحديد او بالدل كذلك على اضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة اما بالنسبة للحدث اللي رح يصير اليوم احنا ذكرنا يوم امس اللي هو انتقال عطارد لبرج الميزان طبعا رح ينتقل من العذراء للميزان مساء اليوم او هي بساعات الفجر تقريبا بتوقيت العادي اما بتوقيت جرينيج فهو الانتقال رح يصير الساعة 11 وخمسين دقيقة من مساء الليلة الاثنين بتوقيت جرينيج يعني بتوقيت العادي الساعة ثلاثة الى عشرة فجرا هذا الانتقال طبعا رح يستمر عطارد موجود في برج الميزان لغاية مساء يوم 29 عشرة اما تأثيراته على الابراج فما بدنا نعيدها فهي موجودة بحلقة يوم امس اللي ما سمعها يروح يسمعها اما بالنسبة للحدث الاخر اللي بعض الاشخاص سألوني انا ليش ما ذكرت عنه هذا تأثيراته لسه مستمرة يمكن تقريبا لا مدة اسبوع او عشر ايام فلو ما ذكرتها اليوم وذكرتها بعد خمس ايام فالتأثيرات السلبية ما زالت موجودة رغم انه هو بيتحول تلقائيا لايجابي ولكن ما زال انه في حال سكون يعني ما رجع للحركة الامامية يعني ايه هو بيتراجع للخلف الان بصير فترة ثبات للبرج اللي احنا منسميها الفترة اللي هي المكملة للنحوسة بعدين بيرجع بحركته الامامية الان هو في مرحلة الثبات بدها اسبوع او عشر ايام ليرجع يتحرك بسرعته ويرجع للحركة الطبيعية اللي هو بلوتو طبعا بلوتو الو خمس شهور بتراجع الان هو رجع للحركة الامامية ورح يظل بالحركة الامامية في برج الجدي لغاية ثلاثة وعشرين ثلاثة الفين وثلاثة وعشرين بعدها بده ينتقل من الجدي للدلو طبعا ما رح يظل ورح يمضي فترة في الدلو بعدين رح يتراجع ويرجع للجدي مرة اخرى وبعدين برجع حركة امامية برج بطلع من الجدي وبروح للدلو بكمل في الدلو اللي هو مدته للمعهودة ولكن الان هو رح يظل في حركة امامية لثلاثة وعشرين ثلاثة لا يخرج تماما من لا يخرج الخروج الاول من الجدي للدلو طيب ايش تأثيرات او شو هو برج كوكب بلوتو عشان الكل يكون عارف ايش هو بلوتو بلوتو هو بيمثل القوة والتغيير الجذري للبدء باي شيء او لايجاد شيء جديد برضو بيتحكم في الذرة بيتحكم بالحياة بعد الموت على اعتبار انه الموت ما بيعني نهاية الحياة بل بداية لحياة اخرى جديدة بشكل مختلف عن الحياة الحالية وهو كوكب له علاقة بالسيطرة والتطرف والجنس الان هو كان يتراجع فكان كل هاي الامور اللي هي القوة التغيير الجذري السيطرة التطرف الفضائح الجنسية التمرد العنف كلها هاي كانت موجودة الان هاي بدها تتغير بلوتو بطبيعة الحال دائما بيدفع الاشخاص لبداية جديدة يعني بنسف شيء معين عشان يخلي الشخص هذا يرجع يبدأ من اول وجديد بشيء اهتاني يختلف تماما وينجح فيك يعني برضو له علاقة تصويرية عشان تنفهم مثلا انسان مريض بورم خبيث فبلوتو بقول لك افتح الجرح او اجرحه لهذا الشخص وقالمه واستخرج هذا الجزء بألم بخوف برعب بتخيلات بطرابات بتصير لدى الشخص بعدين في الآخر بيجي هالجراح بفتح بدخل بشيل الورم بعدين البني آدم هذا بتعب فترة بعد العملية بعد العملية بفترة بيبلش ماثل للشفاء فبتبدأ حياته كأنه بدأ حياة جديدة فهذا الأمر يقاس على كل شيء ممكن عمل ينتهي بألم مشكلة ممكن علاقة زوجية تنتهي وترجع تبدأ بعلاقة جديدة من أول وجديد مع إنسان آخر ممكن علاقة عاطفية تنتهي تبدأ بعلاقة عاطفية جديدة وتكمل فيها يعني كلها إلها علاقة بهدم شيء وبداية شيء جديد هذا هو بلوتو بصورة مبسطة طبعا هو بما إنه بالجدي فالتأثيرات كلها إلها علاقة بالسياسة إلها علاقة بالمراكز إلها علاقة بالشخصيات إلها علاقة بالدول بالغضب بالشغلات اللي زي هيك فهو بجهز حاله للدلو ولا وقته إن شاء الله رح نذكر تأثيراته وحتى تأثيراته على جميع الأبراج زي ما حكينا أنه اليوم ما فيه زوايا للقمر القمر أساسا يعني هو قمر محترق ما بشكل أي زوايا اليوم فيه إلها تأثيرات لزوايا منفصلة ولكنها ضعيفة فعشان هي ما فيه أي زوايا اليوم بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا من الآن ولغاية ساعة منتصف الليل الرأس والأسنان واللسان والأعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرين والدم أما من ساعات المساء ولغاية ساعات المساء لنهاية يوم الثلاثاء فبيصير عنا العنق والحنجرة الحبال الصوتية الغد الدراقية اللوزتين وتفاحة آدم هاتولا اللي بصيروا أكثر حساسية واللي ما لازم نعمل لها عملية جراحية طبعا هي الفترة هاي لا تصلح لعلى عمليات الجراحية لأنه القمر مكتمل إلا إذا كانت العمليات الجراحية عمليات طارئة ولا ما في أي مجال لتأجيلها فعشان هيك ما بنصح بالعمليات الجراحية إلا الطارئة بالنسبة لعمليات التجميل طبعا الفترة هاي أصبحت ممتازة جدا العمليات التجميل اللي هي لها علاقة بالحقن واللها علاقة بالتقشير إلاها علاقة بالأمور اللي إلاها علاقة بالبشرة ولكن كجراحة لأنه مرحلة اكتمال القمر فبنصح أنا تصبرو لكم كمان يومين لا يتقلص شوي بعدين اللي بدي يعمل جراحة يعمل ما في أي مشكلة بالنسبة للفترة هاي بلشت هاسا اللي هي تصلح لإزالة الشعر الزائد تصلح برضو هذا اليوم لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بما أن القمر بدي ينتقل لبرج الثور معنى تخلو المسار القادم بيكون يوم الأربعة 12 عشرة في تمام الساعة 9 و41 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى اليوم التالي أي حتى يوم الخميس 13 عشرة حتى تمام الساعة 5 و7 دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر بعديها في برج الجوزة أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل 16 يوم في تمام الساعة 59 دقيقة عصرا بصير 17 يوم نسبة الإضاءة بتصير 92% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 23 عشرة سعيد بنسبة 100% القمر في الحمل وبدو ينتقل للثور زي ما حكينا رح يظل في الثور لغاية 13 عشرة هو الآن سعيد بنسبة 15% في ساعات الظهر لأن القمر بصير محترق ما بشكل أي زوايا بصير منتحس بنسبة 25% في ساعات العصر بترتفع نسبة النحوسة لـ 50% وبتكمل لغاية ساعات المساء عطارد في الميزان حتى يوم 29 عشرة منتحس بنسبة 60% الظهرة في الميزان حتى يوم 23 عشرة هي الآن سعيدة بنسبة 45% في ساعات الظهر بتصير سعيدة بنسبة 70% المريخ في الجوزاء حتى يوم 30 عشرة سعيد بنسبة 15% طبعا يوم 30 عشرة بيبدأ هو عملية التراجع في برج الجوزاء المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم 28 عشرة بعدين بيرجع للحوت ويكمل تراجعه منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 عشرة بعدين بيرجع للحركة الأمامية منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 22 عشرة بعدين بيرجع للحركة الأمامية منتحس بنسبة 10% نيبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 4 عشرة 12 منتحس بنسبة 15% وبلوتو في الجدي اللي أنهى تراجعه رح يظل في الجدي لغاية يوم 23 عشرة هو بدأ اليوم سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن ولغاية منتصف الليل ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بتدفع بمصالحكم أما من ساعات ما بعد منتصف الليل وطيلة يوم الثلاثاء بيصبح يوم بيحمل معاه فرص مالية بتكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيوتكم بتنشطوا بالاتصالات والزيارات وممكن تهتموا للترويج لخطة أو للقيام بزيارة أهم شيء أنك تتشجعوا لأنه بالفترة هاي ممكن تعلجوا مسائل إدارية وتمولية تطلب منكم توقيع ومتابعة لدى المراجع المعنية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا ما زلت الأجواء ضاغطة لأن القمر لسه لسه ما وصل عندكم فبيطلب منكم من الآن لغاية منتصف الليل عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذاءكم وراحدكم أما بين بعد منتصف الليل فتصبح ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط طيلة يوم الثلاثاء وبإمكانكم كتبادروا لخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي طبعا الوضع بصير مميز واستثنائي والجو بيدعوك لبذل الجهد عشان تبلغ لشيء اللي أنت بدك إياه هاي فترة ممتازة جدا وفترة تعتبر من أكثر الفترات دعما حاولوا أنك تأخذوا المبادرة بالاتجاه المذكور برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة أهم شيء أنك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك أما من ساعات ما بعد منتصف الليل وطيلة نهار الثلاثاء بيتطلب منكم هذا اليوم عدب المبالغة في جهدكم الجسماني لأن القمر صار موجود في بيت المتاعب حاولوا أنك تنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم أهم شيء أنه ما ترهنوا على الحضوض ممكن يتعانوا من الركود ومراوحة المكان ما تجازفوا بصحتكم أو بعلاقاتكم الأفكار شوي مشوشة والظروف ضاغطة ومقيبة للآمال فهي الفترة لا تصلح لاتخاذ قرارات حاسمة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة ولكن بدكوا تهدئوا من روعكم ما في داعي لا للمغامرات ولا للمجازفات من الآن لغاية منتصف الليل أما من بعد منتصف الليل وطيلة يوم الثلاثاء بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بالتصرفاته أو طلباته بترافقك رياح مواتي رغم الضغوطات حاولونك تكرروا المحاولة إذا أردتوا الدعم أو التأييد تعتبر هاي فترة مناسبة للانضمام الجمعية أو مؤسسة بتتلاقى مع طموحاتكم الأجواء جيدة وداعمة بتصير لا لكم أكثر برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والنشاطات وظل الاتصالات عالية ولكن اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض وانتبهوا أثناء قيادتكم للسيارة ما بين المدن وخصوصا من الآن لمنتصف الليل أما من ساعات ما بعد منتصف الليل وطيلة نهار يوم الثلاثاء القمر بنتقل وبصير في البيت العاشر فبتصير الفترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين الفترة هاي بتصير مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ممكن يصير بعض القلق حول أحد أفراد العائلة أو ممكن تواجه مسؤولية أو عبء مهني أهم إيش إنك ما ترتبك في المواقف الحساسة لأن الجو العام بيكون صعب برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً بتظل الأمور المالية هي اللي بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب الوصيلة بشراكة أو تعويض بإمكانكم تبادروا لتصحيح الأخطاء وترتيب الأوضاع أما من ساعات ما بعد منتصف الغل وطيلة نهار يوم الثلاثاء القمر بصير في البيت التاسع ممكن يصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا بأمور العلاقة بالسفر والاتصالات بتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباءكم بترتفع المعنويات وبتصير فرص النجاح عالية بشكل كبير وبتعودوا للإمساك بزمام الأمور وتعتبر هاي فترة إيجابية جداً بيسهل خلالها الحوار وممكن تفرحوا بخبر أو التجاوب بعض الأطراف معاكم وبتحمل شيء له علاقة بسفر محتمل لبعض موليد برج العذرة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بترغبوا في تدعيم شراكاتكم وها من الآن لغاية ساعات منتصف الليل ما زال القمر مقابلكم تماماً فتعتبر هاي فترة مناسبة للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني ولكن ما تفرضوا سلطتكم على شركاكم سواء بالعمل أو بالعاطفة وما بيجوز إثارة المتاعب لأنه طاقتك يعني نازلة وفي نفس اللحظة سهل استفزازك اضبط عصابك لغاية ساعات منتصف الليل لأنه من منتصف الليل وطيلة نهار الثلاثاء تتغير الأوضاع تمنحك فرصة لمكسب مالي إلى صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب للكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن تفكر بمستقبلك وراحة شيخوختك أو تاخذ المبادرة في الاتجاه المذكور أهم شيء أنك تقدم التنازلات وتتراجع عن خطوات وقرارات سببت لك إزعاج أو عدوات بالفترة الماضية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل وممكن أنك تجدوا تعاون من الزملاء حاولوا أنك تنظموا جدوى الغذاء كم تأخذوا قسط من الراحة من حين لآخر وخصوصا من الآن لمنتصف الليل لأن القمر باقترب من مقابلتكم فحاولوا أنكم ما تفرضوا سلطتكم على أصدقائكم من ساعات ما بعد منتصف الليل وطيلت النهار يوم الثلاثاء بصير الجو مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكاتكم ولكن بكتحذروا الإنفعالات بصعب التفاهم معكم خلال هذا اليوم ممكن تقع في ورطة أنت بغنى عنها بسبب عصبيتك الجو متوتر وممكن تظهر مشاكل طارئة عشان هي قد تكون صبور ما تتدمر ما تكبر الأمور وما تدخل في أي مواجهة لأنها هي فترة خالية من الحظ برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم من الآن لغاية ساعات منتصف الليل والظروف جيدة وممكن يكون فيها احتمال لقلق تجاه أحد الأحبة ففي نشاط وعالية جدا الأمور لغاية منتصف الليل من ساعات ما بعد منتصف الليل وطيلة نهار يوم الثلاثاء بيبدأ العمل يتراكم عندكم رغم أنه عندكم قدرة على إنجاز حصة الأسد ولكن أنه بظل في نوع من أنواع الضغط نضموا جدوى الغذاءكم خذوا قسط كافي من الراحة ما تلتهوا بالقشور والأمور الثانوية اعتمدوا على مجهودكم وطاقتكم لحصد النجاحات والأرباح راقب وضعك الصحي لأنه برضو هذا بيت العمل والصحة فعشان هيك ممكن يكون فيه إما اهتمام بالصحة أو قلق لو بوضع مهني برج الجديد بالنسبة لما أوليد برج الجديد طبعا بترغبوا فيه إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة من الآن لغاية ساعات منتصف الليل أو ممكن تهتموا بمورلها علاقة بالبيت بالعقار تصليحات وترميمات أو شيء له علاقة بالمشتريات لغاية منتصف الليل أما من بعد منتصف الليل وطيلة نهار يوم الثلاثاء بترغبوا في التقرب من أحباءكم وتعزيز العلاقة معهم فترة ممتازة جدا بوسعكم فيها ممارسة نشاط فني أو هواي معينة بيطمعن بالكم نسبيا وبتجدوا حليف يدعم تصوراتكم أهم شنكو ما تستسلموا بل كرروا المحاولات بترغبوا في استكشاف مناطق جديدة وبتميلوا للسفر والمشاركة في رحلات عمل الأجواء رومانسية وناجحة ولكن ممكن يكون فيها بعض القلق حول أحد الأحبة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بتنشطه بالتنقلات والاتصالات والسفريات القصيرة من الآن لغاية ساعات منتصف الليل وبرضو عندك قدرة عالية جدا عن النقاش والحوار يعني نشاط عالية جدا ولكن ممكن تعصب أو تفقد السيطرة على حالك أو تنفهم بطريق الخطأ من شخص من بعض الكلمات اللي ما بتكون واضحة تماما فيفهموك بطريق الخطأ عشان هيك وضح كلامك وما توجه أي انتقادات لأنها فترة خلوم مسار من ساعات ما بعد منتصف الليل وطيلة نهار يوم الثلاثاء بصير هذا اليوم يعني بوسعكم ادخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية أهم الشيء أنكم ما تسمحوا لعواطفكم بالتأثير على سلوككم وأداءكم ما تنفعلوا حتى لو شعرتوا بالانزعاج وحاولوا أنكم تسعوا لتحسين موقعكم في العمل ولتثبيته قدموا المساعدة للأشخاص اللي بيحتاجوها برج الحوت بالنسبة لما أوليد برج الحوت طبعاً بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعودلهم أو يحصلوا على هدية الأجواء جيدة على المستوى المالي ولكن حاولوا أنكم تقللوا من مصاريفكم وحاولوا أنكم ما تدخلوا بأي مواجهات وأي خلافات أو أي مجازفات مالية هي ركزوا على الأمور المالية من مصاريف ومشتريات وأمور وأخرى أما من ساعات ما بعد منتصف الليل بتنشطوا في الدراسة في السفر في الاتصالات ويعتبر هذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار حاولوا أنكم تكونوا عنصر إيجابي وما تسببوا بالنفور للأشخاص اللي بيتعاملوا معاكم حاول أنك تتفهم الآخرين وابقى هادئ وما تفوت عليك فرصة المصالحة والتسوية بل كرر المحاولات السابقة وما تستسلم أحاضروا من السرعة وسوء التفاهم خلال هذا اليوم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء